قال رجل لزوجته أنت طالق حتى حين وبعدها شعر بالندم الشديد على قوله هذا وأراد أن يرد زوجته لعصمته من جديد لكنه احتار في تفسير كلمة حين التي قالها فذهب إلى أكبر عالم بالمدينة يسأله متى يمكنه أن يعود إلى زوجته ولكنه لم يجد هذا العالم في منزله في هذا الوقت فذهب إلى المسجد الذي يصلي به ويلقي دروس العلم للناس فلم يجده أيضا ولكنه وجد أربعة من أمهر تلامذة العالم الجليل فقص لهم ما حدث بينه وبين زوجته وسألهم عن تفسير كلمة حين فقال له الأول لقد حرمت عليك زوجتك حتى الموت وقال الثاني حرمت عليك زوجتك لمدة أربعين عاما بينما قال له الثالث حرمت عليك زوجتك عاما كاملا أما الرابع فقال له حرمت عليك زوجتك ليلة واحدة ازدادت حيرة الرجل ولم يدر ماذا يفعل وفي هذه اللحظة دخل العالم الجليل المسجد ففرح الرجل كثيرا وذكر له ما حدث واختلاف تلامذته في تفسير كلمة حين فسأل العالم تلامذته عن سبب حكمهم فقال له الأول إن زوجته محرمة عليه حتى الموت لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز فمتعناهم حتى حين ومعنى الحين هنا حتى الموت فسكت العالم ثم سأل تلميذه الثاني فأجابه قائلا إن الله عز وجل يقول في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا وحين هنا أن آدم مكث في الجنة أربعين سنة قبل أن ينزل الأرض فسكت العالم ثم سأل الثالث عن سبب حكمه فقال له إن الله عز وجل يقول في قرآنه مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين والحين هنا أكثر الثمر يثمر كل عام مرة فسكت العالم وأخيرا سأل تلميذه الرابع فقال له يقول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وحين هنا تعني ليلة فرح العالم بإجابات تلاميذه الأربعة ثم التفت إلى الرجل السائل وقال له خذ برأي التلميذ الأخير فإنه أيسر لك فمن سماحة الإسلام ورحمته بالمسلم اختيار الأيسر له مادام لا يخالف الشرع في شيء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون سيدة ثرية تعطلت سيارتها في منتصف الطريق فوقفت تلوح بيدها للسيارات ولكن السيارات كانت مسرعة ولم تقف لها ومضى عليها وقت طويل وبدأ رذاذ المطر يتساقط وينبئ عن أمطار غزيرة ستسقط كما خشيت حلول الظلام وفجأة وأثناء تفكيرها توقفت سيارة قديمة صنع يقودها شاب قمحي البشرة فنظرت إليه وإلى السيارة وترددت هل تصعد وتركب معه أم تظل في مكانها كانت تخشى من طمع السائق حيث أنها كانت تظن أن كل من يراها سيعلم بغناها وثروتها وبعد تفكير سريع قررت الصعود في الطريق تأملت السائق الذي كان يظهر عليه الفقر والحاجة ثم سألته عن اسمه وعمله فأخبرها أن اسمه آدم وعمله سائق أجره فاطمأنت نوعا ما وعاتبت نفسها لسوء ظنها خاصة بعدما وجدت أن الشاب مؤدبا ولم يلتفت إليها لحظة واحدة وصلت السيدة إلى المدينة وهي تقرر في نفسها أنها ستعطيه ما يطلب من الأجرة وعندما طلبت منه النزول توقف في الحال فسألت كم حسابك؟ قال السائق لا شيء فقالت له لا يمكن أن تساعدتني وأوصلتني فرد عليها السائق مبتسما أجرتي أن تفعل الخير مع من تجديه شكرته السيدة بعدما أذهلها كلامه وإصراره على موقفه رغم حاجته واستمرت في طريقها لتقف أمام محل كوفي شوب نسائي فدخلت وطلبت من العاملة كأس قهوة وعندما أتت العاملة بالقهوة لفت نظر السيدة الغنية صفرار وجه العاملة وكبر بطنها فسألتها ما لأراكي متعبة؟ قالت العاملة وهي تبتسم أنا على وشك ولادة فقالت لها في دهشة ولما لا ترتحين في بيتك؟ قالت العاملة لا بد من نزول للعمل هذه الأيام لأوفر حاجة ولادتي أعطت السيدة للعاملة ورقة نقدية تساوي قيمة القهوة عشرة أضعاف فذهبت العاملة إلى المحاسبة لتأتي بالباقي من حساب المرأة وعندما عادت نظرت يمينا ويسارا فلم تجد السيدة ولكنها وجدت ورقة صغيرة مكتوبا فيها تركت باقي الحساب هدية لك فرحت العاملة كثيرا وعندما قلبت الورقة وجدت كلاما آخر وتركت ما تحت الطاولة هدية لمولودك كادت العاملة أن تصرخ من شدة الفرحة وهي ترى مبلغا يساوي مرتبها ستة أشهر ولم تتمالك دمعتها من الفرحة وذهبت سريعا واستأذنت من عملها وسابقت الريحة مشتاقة لإخبار زوجها وإسعاده حيث كان يحمل هم ولادتها كثيرا وبعدما دخلت البيت مسرعة نادت على زوجها الذي تعجب من عودتها على غير وقتها وخشي أن يكون وقت الولادة قد حل غير أنها وبصوتها المعبر عن نعمة الفرح وعبارة الشكر قالت له بعد أن احتضنته أبشر يا آدم قد فرجها الله علينا لقد كان آدم هو السائق الذي قام بتوصيل السيدة ورفض أن يأخذ مقابل معروفه وطلب منها مساعدة الآخرين فالخير دائما يعود إلى فاعله وهل جزاء الإحساني إلا الإحسان يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير نعم النصير دخل شاب للمسجد قبل صلاة الجمعة بوقت مناسب فوجد رجلا لم يره بالمسجد من قبل قد سبقه وجلس في المكان الذي اعتاد على الجلوس فيه بالصف الأول وبعد أن صلى الشاب ركعتين خفيفتين نظر إلى الرجل فشاهده يقرأ القرآن وعلى وجهه سمات التقوى والصلاح وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة سلم الرجل على هذا الشاب الذي كان يصلي على يمينه وسأله هل لديك حاجة فأقضيها لك؟ فتعجب الشاب وقال له مبتسما شكرا لك أخي الكريم ثم التفت الرجل الوقور عن شماله وكان يجلس بجواره عامل يقوم بتنظيف الشوارع فسلم عليه وسأله نفس السؤال الذي سأله للشاب فحمر وجه العامل خجلا وقال للرجل هل يسأل عامل مثلي إذا كانت لديه حاجة؟ فتهلل وجه الرجل بالبشرى والسرور وسأل العامل عن حاجته ثم قضاها له وأعطاه فوق ما طلب من مال وبعد أن خرج العامل من المسجد سعيدا سأل الشاب هذا الرجل من يكون؟ وهل يفعل ما يفعله كل جمعة؟ فقال له أنا أستاذ جامعي وبالفعل أفعل كل جمعة ما أفعله فما أصبحت أستاذا جامعيا إلا بسبب هذا العمل الطيب لقد كنت أصلي من زمن في مسجد قريب من الجامعة والحزن باد على وجهي بسبب وفاة والدي الذي يعولنا وليس لنا معيل سواه فالتفت نحوي رجل كان يصلي بجانبي وسألني هل لك حاجة يا بني فأقضيها لك؟ فتوسمت الخير في وجهه وقلت نعم أريد أن أسدد أقصاط جامعتي فأجاب الرجل في سرور على الرأس والعين دلني عليها وأعطني اسمك بوضوح وغدا سأذهب وأستلم الإيصال وكل عام أفعل لك ما سأفعله غدا إلى أن تتخرج بإذن الله تعالى امتلأت عيناي بالدموع ودعوت له ثم سألته كيف أرد لك ذلك الجميل؟ فأجاب لقد قال رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستراه الله يوم القيامة ورد الجميل لي أنك عندما تتخرج وتعمل اسأل من يصلي معك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة نفس السؤال وإذا علمت بأن لديه حاجة اقضيها له إن استطعت فتكون قد رددت لي الجميل وفعلا يا أخي فقد أوفى هذا الرجل بعهده وسدد أقصاط تعليمي حتى التخرج والعمل مدرسا جامعيا وكنت أزوره نهاية كل عام لأزف له خبر نجاحي فيعطيني مكافأة لم أكن أتخيلها وظل على هذا الحال إلى أن وافته المنية بعد تخرجي وأنا في كل جمعة أسافر وأتجول وأصلي في مسجد لم أصلي فيه من قبل وأسأل عن حاجة كل محتاج وسأظل في عهد هذا الرجل التقي باق إلى أن ألقى الله جل في علاه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغل يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون